وفي تأثيرات الحرب على غزة قامت القوات البحرية الأمريكية المتمركزة في الشرق الأوسط بنقل مركبات مدرعة إلى منشأة تتبع للبلاد المتحدة في خالج سودا في جزيرة كريت اليونانية وينتشر عدد من القوات الأمريكية على متن السفينة الهجومية USS Baton وهي توجد في البحر الأبيض المتوسط منذ تشرين الأول أكتوبر عند بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وقد تم مؤخرا نقل مسؤولية باتان من البحر الأحمر إلى شرق البحر الأبيض المتوسط حيث يسعى الجيش الأمريكي إلى تعزيز وجوده في المنطقة وسط مخاوف من أن الصراع في غزة قد يتصاعد أكثر ليشمل المنطقة كلها